ملعب التتش ملعب التتش اللي بيتضرب عليه النادي الاهلي كان فيه شكاوى كثيرة من هذا الملعب انه الاصابات اللي بتحصل للعبين بسبب النجيلة وارضية الملعب ان مارس الكولر اشتكى من ارضية الملعب ان المدربين قبل مارس الكولر المسيماني مثلا اشتكى من ارضية الملعب حتى السوارش اشتكى من ارضية ملعب التدريب في التتش والنادي الاهلي خلاص قالك لأ في اللي بقى القصة دي كلها احنا هنصلح الامور دي احنا هنطور وهنعدل من ملعب التتش عشان كده النادي الاهلي رصد ربعمائة ألف دولار عشان يطور أرضية ملعب مختار التتش بي الجزيرة والاهلي اتفق مع شركة انجليزية عشان يطور ويغير أرضية الملعب الموضوع ده هياخد ثلاث شهور للتطوير ده خلى مرسي الكورير يطلب تأجيل الأمر شوية شوية عشان بس بداية الموسم والاستعادات ويا ويا فقال هناخد شوية وقت وبعد كده استلموا مننا الملعب ونروح نتضرب في ملعب تاني غالبا هيكون في أهل مدينة نصر والنادي الاهلي حتى يزي اللحظة كمان موفرش السيولة الدولارية عشان يدفع المبلغ ده للشركة الانجليزية عشان تطور أرضية الملعب بس الاهلي خلاص خد قرار هيتم تطوير أرضية ملعب التتش